المدينة الجديدة لزناتا إحدى أهم مشاريع التهيئة الحضرية بالمغرب تم تقديم هذا المشروع الأسبوع الماضي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوى ولند للمملكة مشروع يعطي الأولوية للاستثمار الاقتصادي والعلمي إذ سيتم إحداث قطب علمي وجامعي في هذه المدينة في هذا الإطار تم توقيع اتفاقية بين الشركة تهيئة زناتا ووزارة التعليم العالي شراكة بين القطعين العام والخاص لتشجيع البحث العلمي قطب علمي قطب سيعالج عجز في بعض المجالات لأننا نريد أن نغطي كل حاجة المغرب على المنسوى التكنولوجي نريد إنتاج طائرات لا بد من تكون المهدسين نريد إنتاج سيارات لا بد من تكون المهدسين في هذا المجال إذن كل مجالات الغائبة في المغرب لا بد إن شاء الله أن نغطيها ويرتكز تطوير مدينة زناتا على إنشاء أربعة أقطاب للأنشطة ستكون بمثابة قاطرة للتنمية المستدمة وهي قطب التعليم والخدمات الصحية والقطب التجاري واللوجيستيكي لهذا المشروع هدفان أساسيان وهما تشجيع التكوين في مجالة مختلفة كالتهيئة الحضرية، الهندسة المعمارية وما يتعلق بالمجال الصحي أما الهدف الثاني فيدور حول تنمية البحث العلمي مدينة موجهة بالدرجة الأولى للفئة الصاعدة والهدف إحداث التمازج الاجتماعي والمعماري حيث ستتيح عند انتهاء المشروع إيواء نحو 300 ألف نسمة وخلق 100 ألف منصب شغل ترجمة نانسي قنقر